السلام عليكم ورحمة الله كان من عادة العرب في حروبهم عند الانتصار البقاء في أرض المعركة والاحتفال لمدة ثلاثة أيام ولكن المشركين في غزوة أحد صرعان منصرفوا وتوجهوا إلى مكة وفي الطريق تشاوروا بينهم وقالوا بئس ما صنعنا قتلناهم حتى إذا لم يبقى منهم إلا الشريد اتركناهم ارجعوا فاستأصلوهم فقال أحد زعمائهم وهو صفوان ابن أمية يا أهل مكة لا ترجعوا لقتال القوم فإني أرى أنه سيكون للقوم قتال غير الذي كان فألقى الله الرعب في قلوبهم فانصرفوا خائبين ونزل قول الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا معب بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواه النار وبئس مثوى الظالمين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ومعنى الرعب أشد الفزع والخوف قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة ولم يا رب ستلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا بسبب ما اتخذوا من آلهة مزعومة وأنداد وأصنام والتي اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن ولماذا سميت الحجة سلطانا وذلك لقوتها ونفوذها فحالهم في الدنيا رعب وهلع من المؤمنين ولكن ماذا عن الآخرة ماذا عن الدار الباقية ومأواهم النار ومكانهم في الآخرة ومستقرهم الذي يأوون إليه هو النار وذلك بسبب ظلمهم وعدوانهم وبئس مثوى الظالمين ومعنى المثوى هو المكان الذي يستقر فيه الإنسان وساء هذا المقام مقاما لهم وبكده عرفنا أن سبب نزول الآية كان في كفار مكة في غزوة أحد ولكنه أيضا عام في كل كافر ومشرك بالله وفي تلك الآية تسلية وتسريع عن المؤمنين وتطمين لقلوبهم والنصر بالرعب من رحمة الله تعالى لأنه قد يكون مانعا للأعداء من الدخول في القتال ونصر الله عز وجل المسلمين في العديد من الغزوات بالرعب عندك مثلا غزوة بن النظير قل فيها حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم يهود بن النظير في حصونهم فاستسلموا بدون قتال وخرجوا من المدينة ونصر الله عز وجل المسلمين على الروم في غزوة تبوك بالرعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر نسأل الله العظيم أن يلقي الرعب في قلوب اليهود وأعوانهم جزاكم الله خيرا سنلقي في قلوب بالذين كفروا معب بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواه النار وبئس مثوى الظالمين